سيدتي تقول إسرائيل إنها تستهدف المراكز العسكرية أو المستودعات وتقول إن الصواريخ موجودة في مناطق مأهولة بدليل حين ضربت إبراهيم عقيل القيادة البارس في حزب الله في الضحية الجنوبية الأسبوع الفائط ضربته بصواريخ هائلة طبقتين تحت الأرض في غرفة عمليات لحزب الله لكن هذا المبنى المؤلف من أحدى عشرة طواقة فيه مدنيون إذن حزب الله هناك تداخل بين المراكز العسكرية لحزب الله والمستودعات العسكرية لحزب الله والمناطق السكانية الأهلة بالسكان ليست هناك مراكز عسكرية معزولة يعني ليس في لبنان سهول شاسعة هناك مراكز حزب الله بين المدنيين في الضحية الجنوبية الضحية الجنوبية فيها نصف مليون بشري الجنوب فيه ما يقارب المليون بشري حزب الله مراكزه ومستودعاته وصواريخه من ضمن هذه البيئة إذن متأكد يعني المتحدث العسكري دانيال يقول وحين أمهل المدنيين بإخلاء المنازل إذن كان متأكدا بأنه بالفعل يقول أنه صواريخ كروز وغيرها من مستلزمات وعدات معدات لحزب الله هي داخل البيوت وداخل المستودعات بالنسبة للمدنيين مليون أو أكثر ماذا سوف يغادر خلال هذه الساعتين إلى أين سوف يتجهون هنا المأزق الكبير هنا المأزق الكبير يعني أن هناك مليون لبناني مضطرون إلى مغادرة منازلهم وهذا لا يعرف كيف سيتم حتى المليون إذا نزحوا إلى أين سينزحوا ليست هناك مراكز إيواء جاهزة في لبنان لهذا الأمر أعود فأكرر الحكومة اللبنانية أقفلت المدارس اليوم لتفتحها للنازحين لكن هذا غير كاف هناك بنية عسكرية لحزب الله بين المدنيين المدنيون غادروا هل تقدم إسرائيل على ضرب البنية العسكرية داخل المنازل هنا المأزق الكبير حتى الدول الفاعلة لا تستطيع أن تفعل شيئاً للبنان وهنا المأزق طيب الغارات أيضاً شبلت أيضاً بين بنت جبال وأيضاً قضاء الصيدة والبقاء إذن القصف مستمر هل سوف تكون المدارس والجامعات مأوى للاجئين هل ستكفي؟ لا تكفي هناك النازحون النازحون سيتوزعون بين منازل يستأجرونها عند أقاربهم في المدارس في الجامعات ربما في الكنائس في الجوامع هناك مشكلة حقيقية أنت تنقلين مليون أو أكثر من مليون مواطن لبناني من منطقة إلى أخرى كيف ستتم هذه الأمور في عجلة؟ أعود فأكرر هناك مشكلة حقيقية هناك مأزق هناك مأزق لا تستطيع الحكومة اللبنانية أن تعالجه بالطريقة اللبتي يجب أن يعالج فيها